بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر مرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنشرح مع بعض الدارس الثاني ودارس هو مكلم عن كوكب الأرض أول حاجة هنتكلم عن ايه هي بيقولك وصف كوكب الأرض وصفه من ناحية ايه قالك شكله حجم كتر ايوه هو ده الوصف أول حاجة شكل كوكب الأرض وده الشكل بتاع كوكب الأرض يقولك عبارة عن جسم كروي يكاد يكون تم الإصدارة يقولك نصف الكتر الخطع بخط الإسواق يزداد عن نصف الكتر الكتبي بحوالي 22 كيلومتر حوالي 22 كيلومتر عشان كده تلاقي فيه تفارطة بسيطة عند الكتبين ومبعاجة عند خط الإسواق تبدأ بالنسبة الشكل لكوكب الأرض طب الحجم كوكب الأرض قالك كوكب الأرض وعتبر متوسط من حاجز الحجم بالنسبة لكوكب مجموعة شمسية يعني أكبر كواكب المجموعة الداخلية وأصغر من أي كوكب من كواكب المجموعة الخارجية طيب في حيث الترتيب قالك هيخد الترتيب الرابع تصاعدياً هذا الترتيب الرابع تصاعدياً من حيث الحجم لكن لو تنازلياً هيخد الترتيب الخامس يعني نصف الكتر بتاعه قالك نصف الكتر كوكب الأرض سبحانه رب 6386 كيلومتر طيب كتلة كوكب الأرض كتلة كوكب الأرض وقلنا أن هي زي ما هي أكبر حجماً يبقى يعتبرها ليه أكبر حجماً من كواكب المجموعة الداخلية هي أكبر كتلة برضو من كواكب المجموعة الداخلية وحنقول المصالة حادثة نبي كتلاتها بالتراوة حوالي 5.9 من 10 5.9 من 10 في 10 قص 24 بس هنا هنقول كتلة يبقى كيلو جرام طيب بالنسبة زي ما ندورتها حول الشامس طبعاً الأرض بتدور زيها زي باك الكواكب حول الشمس وبتاخد دورة سبحانك يا رب اللي هي السنة بسماء السنة الأرضية اللي هي 365 وربع يوم طيب بالنسبة بعضك بتوسط بعضك الأرض عن الشمس اللي هي 150 مليون كيلو متر 150 مليون إيه كيلو متر وهي طبعاً بتقع باعدة كوكبية عطارد والزهر طيب دي بالنسبة الوصف كوكب الأرض طيب خصائص كوكب الأرض اللي بتكفر استمرار الحياة عليه اللي بتخانين احنا زي عايشين عليه مش عايشين على أي كوكب تاني قال لك سبحانك يا رب كوكب الأرض اللي هي عيدة خصائص وغلاف الجوي وغلاف المائي ودرجة حرارة المناسبة والجاسبية والضغط الجوي المناسب طيب أول حاجة لو أنا بسط على غلاف الجوي غلاف الجوي يعني غاز النبات نفسه قال لك طب غلاف الجوي الأرض ده بيتكفر من إيه قال لك مجموعة غازها قال لك غاز الأكسوجين وعندك غاز الناتروجين وعندك غاز ثانوستيكاربون وعندك بخار ماء مثلا حضرت النبات بخار ماء وغازات أخرى طبعا غاز الناتروجين نفسه ثمانية وسبعين في الممية ثانوستيكاربون اللي هي ثلاثة من مية في المية بخار ماء دي نزمة متغيرة اللي بسموها الرطوبة وغازات أخرى دي نزمة بيتها ضئيلة جدا طيب أهمية الغلاف الجوي ده يقولوا بيخلي إن فيه حمية كبيرة بسطة مراحية على الأرض قال لك أول حاجة قال لك إن غلاف غزات غزات غلاف غزات غلاف الجوي غزات غلاف الجوي لأهمية كبيرة في استمرار حياة من ناحية إيه قال لك إن غاز الأكسوجين تستخدم كمان لعملات الحية في التنفس وبيسعف عمليات احتراق الوقود طب غاز الناتروجين قال لك بيخفف من تأثير الأكسوجين في عمليات الاحتراق وأيضا كمان يستخدمه النباتات في القيام بتكوين المواد البروتونية طيب غاز ثانوستيكاربون قال لك تستخدمه النباتات الخضراء في التكوين بعملات البناء الدولة تكون غزاتها طيب كمان حاجة إيه غلاف الجوي ده ليه أهمية كمان قال لي آه بتحدث فيه كفة الظواهر الطاكس والمناخ طيب ده إيه حركة الرياح والصحب الأمطار طيب وإيه كمان قال لك ثالث حاجة امتداد العظيم لغلاف الجوي الأرض امتداد العظيم لغلاف الجوي الأرض آه لسه يوجد هنا في درس اللي فات احتراق الملايين من الكتب الصخرية الصغيرة في سورة الشهوب قبل وصولها سطح الأرض أو بتاع حركة بتاع سرعة النيازك كبيرة واحتراق جزء منها قبل وصولها سطح الأرض كمان حاجة امان إيه قالك بيسان في الحفاظ على درجة حرارة كوكب الأرض ساعة في الحفاظ على درجة حرارة مناسبة لكوكب الأرض طيب قال لما سرسك على سيدنا محمد ده بالنمزة غلاف الجوي طيب الغلاف المائي قال لي سبحانك يا رب المية بتشمل واحد نسبتها على كوكب الأرض 71% واليابس بس اللي هي المساحة التنابيئة زي الأرض أو اللي هي بتشمل الجبال والسهول والجزر 19% قال لك الواحد 70% اللي هي المساحات المائية قال لك اللي هي بتشمل عبارة عن 97% مية ملحة مثل في البحار ومحطات و3% بس هي المية العزبة والبحيرات العزبة والجليد عند الكتبين ومياه الجوفية طيب أهميت الغلاف المائي قال لك الغلاف المائي تضروري جداً لاستمر حياة الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وإنسان قال لك ليه لأنه يستخدمه النبات كمان بعملات بنات ضوئة بيستساعد في عمليات هضمه ومتصر الغذاء في الجهاز الهضم الإنسان وحيوان قال لك بيدخل في تركيب الدم بيحافظ على سبت ضرر حرارة الجسم كمان حاجة الغلاف المائي قال لك بيحافظ على بقاء ضرر حرارة اليابسة أثناء النهار والليل في الحدود المناسبة لحياة الكائنات الحية كمان حاجة كمان قال لك بيمثل بيئة حياة بيئة حياة الأعداد كبيرة من الكائنات الحية يعني بيعيش فيها أكتر من كمسين سنية من أنواع الكائنات الحية التي طبعا تعيش في البحار ومحطات تحت في قراءات البحار تبدي نزل المية قال لك في درجة الحرارة المناسبة قال لك درجة الحرارة المناسبة قال لك هي تعتبر مناسبة للا منهارة استمناحة الكائنات الحية طب ليه اللي بيسبب وجود الأرض في الموقع المتوسط بالنسبة المين للشمس عشان كانت واخدت واخدت الترتيب الثالث من حياة سببض عن الشم طب والجاذبية سبحانك يا رب هي اللي بتحفظ على استمرارية الحياة طب ازاي يا عم؟ قال لك من خلال سببت واستقرار الأشياء سبحانك قلت ليه كل حاجة سبت على الأرض قال لك من خلال سببت واستقرار الأشياء والكائنات الحية على سطح الأرض كمان حاجة ده هي اللي بتحفظ على استقرار غلاف الماء في مكانها على سطح الأرض وهو بتحفظ على احتفاظ غلاف الأرض احتفاظ الأرض بغلاف الجوية يعني بتحافظ على اللي بتعمل غلاف الجاذبية بتعمل عليها احتفاظ الأرض بغلافها الجوية واستقرار غلاف الماء استقرار غلاف الماء في مكانها على سطح الأرض وسباية واستقرار أشياء على سطح الأرض طيب آخر حاجة اللي لم نسلسك على سيدنا محمد قال لك الضغط الجوي المعتاد وبيعادر 76 سنتيمتر زئبة وده أساساً ضغط مناسب لاستمرار حياة على الأرض عشان كده ما يجي أقول لك خصص كوكب الأرض تكفر استمرار حياة على الأرض هتقول لك الخمس حاجات دون طيب آخر حاجة هنأخذها بقى مع بعض وهي التركيب الداخلي لكوكب الأرض تركيب الداخلي لكوكب الأرض سبحانك يا رب العلماء كان في الأول بيعتقدهم أن الجزء الداخلي لكوكب الأرض عبارة عن أنشأتها كانت في سورة منصهرة قال لك سورة منصهرة ليه؟ سورة ارتفاع الشديد في درجة حرف بطن الأرض بس نتيجة دوران حركة الأرض حول مركزها هبطت العناصر الثقيلة في مركزها هبطت العناصر الثقيلة وفي مركزها لازل الحديد والنكل وتفت العناصر الأقل كسافة اللي هي الخفيفة يعني والأقل كسافة تفت العناصر الأقل كسافة يعني بقت العناصر الأقل كسافة في الجزء الخارجي كده وبقت العناصر الصوكلة زي إيه الحديد والنكل وال calibاطن الأرض طيب طبعا كلما بطلع كلا ما بتق ليه بتقلي كسافة العناصر بدأ يعملي شكل طبقات زي ما مرثومت كده طيب قالك طبقات الأرض دي قالك أول حاجة بيسموه لب الأرض لو أنا هاخذ من الداخل الخارج قالك أول حاجة هسموه لب الأرض بيقسم للب داخلي اللي هو ياخذ شكله قروي وفيه لبي خارجي تاني طبقة قالك الوشاح وشاح سفلي اللي داخل واللي برا اسمه وشاح حلوي اخر حاجة بكشرة ارضية طبعا ما انا خدتها من برا جوا كشرة ارضية يعني معناها انيا ايه طبقة خارجية قالك طبقة ايه صلبة خفيفة طبقة ايه صلبة خفيفة ده الكشرة ارضية طب سمكها قالك من كام قالك من 8 الى 60 كم تقريبا طيب ايه الوشاح قالك الوشاح اللي هو الطبقة اللي تحتيها على طول قالك وشاح علوي يعني عبارة عن ايه قالك ده عبارة عن طبقة صخرية كلها طبقة ايه صخرية يبقى ديه طبقة صلبة خفيفة نسبيا ديه طبقة صخرية بتتكون من وشاح داخل وشاح علوي وشاح سفلي ودي سمكها كلها على بعد 2885 2885 كيلومتر تقريبا طيب قال لما صالح حادث النابل لما جاء اخذ بقى اللوب الداخل واللوب الخارجي طبعا اللوب الخارجي واخد نفس شكل طبقات الفوق قالك هي طبقة من الفلزات منصهرة طبقة من الفلزات ايه منصهرة طب سمكها حوالي ديه قالك 2100 كيلومتر تقريبا حاجوا يبصر الجزء ديه جوه هلقى واخد شكل كاروي اه واخد شكل كاروي طب شكل كاروي ده عبارة عن طبقة صلبة غنية بالحديد والنيكة طبقة صلبة غنية بالحديد ايه والنيكة بس اينا مش هقولك سمكها دي شكل كاروي يعني واخد نصف كتر طب نصف كتر حوالي ايه 1350 كيلومتر تقريبا ايبا الى هنا انتهينا من الدرس اللي مساعدة النابي من الدرس الارض الدرس التاني وكوكب الارض وشكرا لكم سنقول وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته